خمس نصائح للتغلب على مشكلة تساقط الشعر النصيحة الأولى تمشيط الشعر قبل غسله من الضروري جدا تمشيط الشعر قبل غسله فعن طريق تمشيط هذا تكون قد قمت بتنظيف الغبار من الشعر والتأكد من عدم تشابكه الهدف هو عدم موجود شعر متشابك مما قد يقلل في النهاية من خطر نتف الشعر عند غسله لذا عليك القيام بذلك قبل غسل شعرك خاصة إذا كان شعرك من النوع الطويل والمجع النصيحة الثانية اختر شامبو مغذي للحفاظ على شعر صحي يجب التأكد من استخدام الشامبو المغذي لتلبية احتياجات شعرك ينصح دائما باختيار شامبو آمن لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تأكد من أن الشامبو المستخدم صحي قادر على تغذية الشعر حتى الجذور وفروة الرأس لا تنسى اختيار الشامبو المخصص لنوع شعرك حتى تتجنب المشاكل التي تسبب تساقط الشعر مثل شامبو ضد القشرة أو شامبو للشعر الدهني النصيحة الثالثة اغسل شعرك بالماء البارد يفضل بعض الناس غسل شعرهم بالماء البارد لأنه يشعرهم بالانتعاش لكن بالإضافة إلى ذلك يكون لغسل الشعر بالماء البارد مجموعة متنوعة من الفوائد للشعر واحد منها هو منع تساقطه ستعمل درجة حرارة الرأس الباردة على تحسين نشاط الدورة الدموية يحتوي الدم على العناصر الغذائية والمواد التي تحتاجها الخلايا والأنسجة في فروة الرأس للحفاظ على قوة جذور الشعر بالإضافة إلى الحفاظ على هذه القوة فإن هذه العناصر الغذائية قادرة أيضا على علاج الشعر بحيث يظل ناعما ولامعا بشكل طبيعي النصيحة الرابعة استخدم فيتامينات الشعر أو مقوي الشعر إن إعطاء فيتامينات أو مقوم للشعر بعد غسله أمر مفيد جدا لصحة الشعر وقوته الفيتامينات ومقويات الشعر قادرة على تغذيته حتى الجذور وفروة الرأس النصيحة الخامسة تجفيف الشعر بطريقة طبيعية امسح شعرك برفق بعد غسله ثم قم بتشفيفه بطريقة طبيعية ليس عن طريق الفرق أو التشفيف بمجفف الشعر لأن هذا في الواقع يجعله أكثر تلفا وجفافا لذا عالج شعرك بلطف وبطريقة طبيعية بدلا من فرق شعرك بعنف يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط عليه برفق بمنشفة لامتصاص الماء الزائد على أكمل وجه لأنه من خلال فرقه بعنف سيصبح متشابكا وهشا بسهولة